شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك والمنعقد بالقاهرة وتتضمن الاتفاقيات وإنشاء مشروعات للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر بما يصهم في جعل مصر مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر